حكم ان الراجل يجامع زوجته وهو يتخيل امرأة اخرى. هل ده حرام ولا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد. رجل في فيديو جديد. بداية يا اخوانا ده سؤال ممكن يجي. مش بنقول للناس يعملوا كده. ده سؤال. تاني حاجة ان برضو في ناس بتستسهل التحريم. يعني هو لا يعني يشوف حاجة مثلا كده يقولك لا حرام. لا هو الحرام دي عشان نقولها في الحكم الشارع لازم يكون فيه ادلة. مش مجرد ان العرف في مستبشع الموضوع ده او او تعودنا على شيء. دي حاجة ودي حاجة. لازم التحريم يكون على حكم بنانا على ادلة شرعية. مش بنقول اللي بيقول بحرام بنانا على ادلة شرعية انه بيتسرع. لا. مدام بيقول حرام بادلة شرعية خلاص هو ده المطلوب. مش قاعد كده مع نفسي لا يعمل احوط او قاعد مع نفسي اقول كده اله يحشك لا كده حرام لا ما ينفعش. فالمسألة دي فيها اخلاف القدمات تكلموا فيها. فالجمهور على التحريم. والشافعية على الكراهة وليس التحريم. والحيانا القول الراجح قول الشافعية ان الموضوع ده مكروه وليس محرم. لو عمل كده ان يقول له خالفت الافضل لكن ليس حراما. ليه اخوانا لان المعصية او الذنب على ايه الذنب بيكون على معصية او على عزم وتصميم على معصية ناوي واخد بالاسباب هو ده اللي الانسان بيأثن بسببهم. انما واحد جات له وساوس او خواطر. من رحمة ربنا بينا ان الخواطر ربنا ما بيحسبش عليها. عندنا حديث في البخاري ومسلم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. خواطر بس خواطر. مفيش عزم مفيش قول مفيش فعل. فاللي عمل الموضوع ده يجامع وهي تخيل امرأة اخرى. لا عمل لا عمل زنب ولا عزم على الزنب انما هي خواطر. فالخواطر دي لا يحسب عليه الانسان. لكن بنقوله طبعا حتى لا يتعلق القلب بهذه المرأة وقد تحدث مفاسب ده مكروه. انما حلال وحرام لا نقدر ان نحرم. لكن نقول الافضل ان يكتنب هذا الفعل. وعلى فكرة الحكم ده بالنسبة ايضا للمرأة. ازا تخيلت رجل اخر او الرجل تخيل امرأة اخرى. كحكم شرعي. لابنشجع ولا بنقول احنا بنقول بالسؤال ونرد عليه. وبنبين ان التحريم ليس سهلا لكن لابد له من دليل حتى نقول حلال او حرام. دعم الفيديو اشتركوا في القناة. شوفكم مرة الجاة والسلام عليكم.